اهلا ومرحبا بكم لاب جديد من لابات الاي بي 360 نتكلم به على موضوع قديم هو الاي بي اكس كيفية عمل او عنوانة الاي بي اكس وكيفية عمل راوتنج باستخدام الاي جاربي مع الاي بي اكس كلنا مرين على هاي النقطة بالسي سي اني والسي سي ام بي مرور الكرام بشكل سريع انه الاي جاربي يسوي راوتنج للمالتي بروتوكول اي بي الهو موجود الان والاي بي اكس والابل توك خلونا اليوم نتعرف على الاي بي اكس البروتوكول القديم وكيفية عمل راوتنج مع الاي جاربي حقيقة بشكل سريع الاي بي اكس هو بروتوكول قديم ممكن يصير بي او يعني تجي الروح بي مرة اخرى بالمستقبل ما نعرف مثل بروتوكول الاي اس اي اس بالداتا سنتر الآن اصبح مهم الاي بي اكس لحد الان بروتوكول قديم انشئ من قبل شركة زيروكس ولا زال يستخدم بالنيتورك للبرنتر والطابعات بشكل كبير بس بالنيتورك حقيقة ما يدعم الشبكات الكبيرة فظل محصول استخدامه لحد الان بالبرنتر وبعض المواضيع الصغيرة فكرة الاي بي اكس او هذا البروتوكول او عنوانة هذا البروتوكول يستخدم جزئين من العنوانة الجزء الاول يتمثل بي 48 بيت اللي هو الماك ادرس والجزء الاخر اللي هو 32 بيت يعتبر او يسمى النيتورك اي دي فكلها على بعض هي 80 بيت يستخدمها الاي بي اكس بالعنوانة طبعا الماك ادرس للانترفيس عاني حغيره حشوفك الكون فيجريشن حتى يكون سهل نتعرف عليه عاني حغيره بالنسبة لهذا الانترفيس حسوي هذا الماك ادرس بالنسبة لـ F0.0 حسوي لهذا الماك ادرس بالنسبة للـ F0.0 حسوي لهذا الماك ادرس بالنسبة للـ F0.1 حسوي لهذا الماك ادرس وكذاك هن سيزد reinforس هذا الماك ادرس اما بقية المثلا الاي هاي شبكه النيتورك اي دي هذا الوحيد شبكه والبي شبكه لاحظ بعد ما انزل الـ IP وتغيير الماك ادرس وأفعل الراوتنج للآي بي اكس انتبه لازم تفعله انه باي ديفولت الراوتر يشتغل راوتنج اي بي انا دا احتي على الآي بي اكس تمام بعد هذا لاحظ الشبكة الوسطية هنا هي السيم نيتورك واحد 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 فهنا هنا هي اسس الى اي جي ار بي بالكونفيغراشن وحيصير اللينك اب بعدين حضيف هاي الشبكة الاي اي اي لموديول او دومين الى اي جي ار بي وهي الشبكة البي بي بي حضيفها الى موديول او الدومين الى اي جي ار بي فبالنتيجة البي حيكون اكسسابل للاي والعكس صحيح الاي كذلك حيقدر يوصل للاي بي اذا هذا خطة عمل هذا اللاب اللي حنسويها وفكرة الاي بي اكس ادرسنج مع الى اي جي ار بي خلوا نروح تقضر نسوي العنونة ونشوف كيف نضيف اي بي ادرس او كيف نفعل الاي بي اكس بالروتر الخطوة الاولى الخطوة الثانية كيف نسوي اي اي جي ار بي راوتنج ونخلي شبكة اي تشوف شبكة بي من خلال اللينك او من خلال شبكة واحد 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 الوسطية خلوا نروح للكونفيجريشن ونشوف هروح على الروتر وان وابدي الكونفيجريشن الخاص بالاي بي اكس اي جي ار بي بالروتر وان اقول لكم فكتيه بالبداية اقول له اي بي راوتنج اصد الروتنج الخاص بالاي بي لانو انا هركز على الروتنج الخاص بالاي بي اكس او يسمو بعد ما سديت هذا الموضوع اقول له اي بي اكس راوتنج افعل شنو افعل خاصيات الاي بي اكس اروح للروتر الثاني كذلك كونفيجتي واقول له اي بي راوتنج واقول له اي بي اكس راوتنج هاي الفقرة الاولى فعلت بها الروتنج الفقرة الثانية لازم اروح اخلي الاي بي ادرس اللي اتفاقنا عليها بها الروتر 1 واللي هو F0.0 و F0.1 هتقول لي ليش ما تقدر تستخدم اللوبباك اللوبباك ما بي ماك ادرس والعنوانة ما للاي بي اكس تعتمد على الماك ادرس فلذلك ما قدرت استخدم اللوبباك هقول له انا انترفيس F0.0 بالبداية واقول له ماك ادرس اللي هو هيكون اه اربعة صفارة دوت اربعة صفارة دوت واحد 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 اربعة واحدات انتبه هذا شنوه قلنا هذا الماك ادرس يعني اذا غيره يبدي مننا يبدي مننا اكزاكلي من الصفر صفر صفر وهذا الواحد واحد واحد هيكون النيتورك اوكي ومثل معرفة الاي بي اكس يتكون من جزءين جزء الماك ادرس او النوت اي دي وجزء النيتورك اي دي اللي هو اثنين وثلاثين بيت مجموعة كلها تصير ثمانين بيت تمام بعد ما قلت له الماك ادرس انا اقدر استخدم الماك ادرس اللي موجود بس يكون شوية صعب فلذلك انا خليت هذا بعد ما كملت اروح على الانترفيس 0-1 واقول له الاي بي ادرس او الماك ادرس ما لتك هيكون 004040AAA اوكي تمام لاحظوا يا ايا اذا ضفت هذا مننا يعني بعدني ما ضايف الاي ولا ضايف الواحد واحد واحد هشوفك كيف طبعا تقدر تقول له هنا نو شات داون ونروح كذلك على 0-0 نقول له نو شات داون نفس الموضوع نسوي وين بالروتر تول انتبه الروتر تول الف 0-0 هيبدي 4-0-4-0-2-2 نغير الماك وال 0-0-4-0-4-0-B-B نغير الماك كذلك اروح اقول له انترفيس F0-0 ماك ادرس اللي هو 1-3-4 وحيصير 2-2-2-2-2 تمام نو شات داون واقول له انترفيس F0-1 حيصير اي بي ادرس بدل الاثنين حنسوي بي 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 تمام كذلك نو شات داون خلصنا العنوان اهنان الان صار عندنا وحقيقة هاي العنوانه مو اي بي اكس هاي العنوان احنا غيرنا الماك ادرس فقط احنا غيرنا الماك ادرس فقط العنوانه يجب اضافة الواحد واحد واحد كيف نضيفه ركزوا يا اي هروح على الروتر 1 انترفيس F0-0 اقول له اي بي اكس نيتورك اوكي اي بي اكس نيتورك واقول له واحد 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 الطيته العنوانه مالته اذا اروح على الانترفيس 1-0 او 0-1 هقول له النيتورك مالتك العيدي هيكون A-A-A-A مثل ما تلاحظ احنا لاحظ اذا صار عندي شنو صار هنا بال 0-0 ضفت الـ A-A-A As a network واني قررت الماك انا قررت الماك وضفت النيتورك واحد 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 مثل ما شفت بالروتر 1 كيف نتأكد انتبهوا يا اي show ipx interface F0-0 لاحظ العنوانه او الـ IP ما للـ IPX ظهر هنا انا امامك هذا الماك ادراس اللي بدنا وهذا النيتورك اللي قلنا عليه اوكي خلي نقول 0-1 لاحظوا يا اي هذا الماك ادراس اللي بدنا وهذا الـ A-A-A النيتورك اللي ضفناها بعمر الـ IPX قبل شوية وانا الامر بعمر الـ IPX نيتورك واضفنا رقم النيتورك خلو روح نسوي الحالة نفسها interface F0-0 هيكون هنا واحد واحد IPX network 1 1 1 1 وانترفيس F0-1 هيكون النيتورك هي BBBB الآن نقدر كذلك show ipx interface F0-0 نتأكد نشوفه 1 1 2 اخير شي نعم هو نفس هذا اللي قلناه وخليناه واخيرا كذلك 0-1 العنوانة مثل ما تلاحظ انتهينا من عدها وصار العنوان الـ 80 bit اللي امامك اللي يتكون مرة اخرى 48 bit زائد 32 network ID و node ID تمام الآن خلونا نسوي الـ routing نريد نسوي routing الـ B يشوف الـ A والـ A يشوف الـ B من خلال هاي الشبكه باستخدام protocol EIGRP طبعا يا protocolات تدعم الـ routing بالـ IPX الـ IP يستخدم EIGRP الـ OSPF من يدعم موضوع يدعم الـ IP لذلك احنا هنركز على EIGRP و هشوفك كيف يكون الـ routing مع EIGRP مع protocol أو مع عنوانة الـ IPX نسوح على الـ router 1 هنا ممكن كذلك نستخدم IPX interface brief هذي شوفك الشبكات لاحظ عندي واحد واحد و AAA داخل هذا الـ router طبعا بهذا الـ router عندي واحد واحد كذلك و BBB خلونا نسوي routing للـ EIGRP انتبه config T IPX router question mark لاحظ موجود عندي EIGRP موجود عندي الـ IP ما موجود فاقول لي EIGRP و خلي اختار مثلا اي رقم هذا الـ Autonomous System خلونا نختار مثلا 333 يعني بالرسمة ممكن كاتبي AIGRP Autonomous System 300 يعني اختارت 333 ما فيه اشكال اي رقم هنا انا حيقول لي شيني الـ Networkات لتريد الضيف فعني عندي واحد 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 و AAA يعني ملي شغلة بعض هذا الـ Note ID حسنا نضيف الـ Networks تقدر تقول لي Networks 1 1 1 1 وتقدر تقول لي Network AAA أو مثلا تقدر اذا تريد تسوي Network للكل تقدر تسوي Network All هذا الامر فقط وبعدها نسيف الـ Configuration نروح على الـ Router الثاني وكذلك نقول لي IPX Router IPX Router Router EIGRP نفس Autonomous System لازم ونقدر بضربة واحدة نقول لي Network All حتى يسوي لي الـ Network بينه وبين الطرف الآخر لاحظ استلمت update من Protocol اللي هو يعتمد على EIGRP ودأ شوف New Adjustancy الآن نقدر نشوف الـ Routing Show IPX Route نقول لـ Enter لاحظ أنا بالـ Router 2 شبكة AAA ظهرت لي هنا بدون مشاكل ودأ أروح لها من خلال هذا الـ IP يعني أنا بالـ Router 2 دأ أقدر أوصل للـ A من خلال هذا الـ IP مثل مواضح هنا العاكس صحيح بالـ Router 1 Show IPX Routing هنا أقول لـ Enter ودأ أتلاحظ يوصل للـ P من خلال 1-1 أخير شيء 2 يعني هنا نحن أصل للـ P من خلال هذا الـ Gateway أو الـ Next ممكن أسوي Routing أقدر أخذ هذا Copy ممكن أسوي Ping أقدر أخذ هذا Copy بالـ Router الثاني مثلاً أقول له Ping IPX وأنزل هذا الـ IP أقول له Enter ودأ أرجع لي reply مثل ما تلاحظ أقدر كذلك أسوي Ping على IP الـ B من الـ Router 1 أخذ Copy أروح على الـ Router 1 هنا أقدر أقول له Ping طريقة أخرى تقدر أخذ Ping يقول لك IP لا IPX يريد من الـ Target أقول له Right وهذا الـ Target يقدر أخذ أنتبه بالـ Router 1 ودأ سوي Ping للـ F0 1 بي بي وأقول له Enter يقول له خمس مرات سوي Send Size و Time أقول له Enter أو ممكن فقط Ping وتقول له IPX مثل ما سونا قبل شوية وتخلي IP تلاحظ reply هذه فكرة Routing باستخدام EIGRP باستخدام عنوانة IPX أو يسمو دائما Network الذي هو من Novel أو Encapsulation من Novel protocol قديم بس دائما ينذكر بالCCNA والCCMP أنه EIGRP Multi Routing Protocol يقدر يساوي Routing للـ IP IPX نعرف IP وشفنا هذا مثال للـ IPX أتمنى الدرس يكون واضح لكم شكرا جزيلا والسلام عليكم